ما أنا مش عايزة أفتح كل المجالات ياريت يا كابتن قايمة ما بقدرش عصر اللقطة كمان في التعليم وفي الرخص يعني يا كريم يا كريم الرخص عندنا مدربين برة يا كريم يا كريم العالم التعليم اللي فيه بقى لغة ما بقاش واحد زائد واحد بس يسوي اتنين احنا عندنا مجتمع ما فيش تعليم من اللغة المدارس الحكومية اللغة آخر حاجة فيها فتفضل رغم أن أنت مفتوعة العالم كله لكن أخرس ما تعرفش تتكلم وكمان أحيانا أعمى مش قادر تفهم اللي بتعامل قدامك صناعة الصناعة التعليم كمان لازم تبقى مرتبطة بالتطور اللي في العالم مش بالمنهج اللي بقى لنا 20-30 سنة بناخده مش هتقدر تتطور إلا ما كل ولادنا يتكلموا انجليزي كل ولادنا يعودوا على الآيباد أو على اللابتوب أو يقدروا يعملوا كل حاجة ماينفعش يبقى التطوير فردي أو مقتصر على فئة معينة وطبقة معينة ومعظم الطبقة دي بتمشي بتمشي تشتغل برة مصر يا أول لما يتعلم كويس بيخرج يشتغل برة فبيفضلي هو ده الكواليتي اللي موجودة عندي طيب هل ينفع يتعامل إعلانات لوكلاء لعبين والوكيل ما بيرفش تتكلم لغة طب الراجل ده حيخلي ولد من عندي يحترف برة إزاي طب ما بيرفش تتكلم تصدق إن الوكلاء ما بيرفوش تلات تربعهم لو عملت انت النهارده برنامجة كنتحل الوكلاء هتلاقي كلهم بيرفش تتكلمون جنيسي أنا على فكرة أصلاح ما تابي كده أنا اتشافت إنهم اتنين بس مثلاً اتنين بس في مصر اللي عندهم اللي بيعفو يتعاملوا برة مع عندي يه برة فإنت بتسوق اللعيب إزاي؟ أولا حراك الكوصة دي زيزة جداً كنت مبارح بتكلم على شابة ألونسو والإنجاز العظيم اللي عاملوا بعد باير فإحنا بنذاكر شابة ألونسو بداياته من هو طفل شابة ألونسو ده طلب من والده إنه يسافر آيرلندا هو أسباني يسافر آيرلندا في بعثة عشان يتعلموا لغة إنجليزية بمعايشة هناك فوالده قال له انت لست صغير على الكلام دوت ما ينفعش يتروح دلوقتي قال له لأ أنا عايز أتعلم إنجليزي عشان أنا عايز أحترف في الدول الإنجليزي بعد كم سنة قدام فإنت شايف من تحت إزاي؟ دي بقى بتحسن عندنا زي ما حالك قلت بحالات استثنائية حالات خاصة جدا زي اللي هو أنا هعملها الواحدي صلاح عمل نفسه بيتكلم إنجليزي وإيطالي عفوا أنا وأنا في 2006 وكابتن محمد عمر وكابتن شوق غريب وكابتن كانوا هم مدربين منتخبات عندنا يشهدوا كنت بجيب مدرس إنجليزي في المعسكر للعيبة زي ما بياخدوا محاضرة كنت بقعدوا مساعة يدرسوا لغة إنجليزية ننزقت واحد يروح إيه كده الحكم يقوله والله العزيم قوت والحكم بيكلمش غير إنجليزي وفرنساوي هيعمل إيه؟ هو مش فهمك أنت عايز منه إيه؟ ناس التريقت عليك كتير وناس قاعدوا إيه اللي بتعمله ده؟ وإيه ده؟ طب إيه ده في الموضوع؟ وأنا بقول لهم لا أنا بطور عقلية اللاعب إن يعرف يتكلم ولازم يعرف يتكلم في أي لعيب يخش منتخب مصر لازم أهيأه إن يعرف يتكلم لغة إنجليزية عشان حتى لو احترف يعرف يتعامل ويتكلم ويا ليت يا كابتن عامل لو من النشأ يا سلام بقى لأهو أنا بتكلم عن نشئين أنا كنت بتكلم عن لو منتخب مصر تحت 15-17 من هما صغيرين أنا بتكلم أنت عايز ترجع تالي المرجوع أنا عايز التعليم نفسه يتغير يبقى فيه لغة لأنه لما هيبقى فيه لغة هنتغير كلنا مش هنتول في المنطقة دي لكن أنا أقصد إيه؟ نقصنا كتير واللي نقصه كتير ده محتاج يشتغل على نفسه وآخر عنصر هو المدير الفني المنتخب مصر مثلا يعني آخر واحد ممكن تحاسبه في كل ده هيبقى المدير الفني مهما كان اسمه مشكلة مع أنك أنت بتحطه دايما لوش مدفع مع أنك مش مقدم له حد وأسهل واحد يتغير وأسهل واحد يتغير يعني بدل ما أنا عدى أطور كل ده وتقولنا مين المديرين الفنيين عندنا؟ يعني أنا لما بجي عدى على دورت جبت حسام حسن عندنا مديرين فنيين تانية غير مؤهلين غير مهيئين ده أنت أهيب جلال راح ورجع ما قدرش يتكيف ما قدرش يكون مرن بعيدا بقى على الكلام على الفلوس أو التيم اللي يشتغل معاه أو ما قدرش يكون عنده بصراحة برضو أنت فاهم؟ لا يعني خلصت يعني أنا شايف أن علي ماهر قابل أنه هو يكون مدرب منتخبات هل حضرته هل اشتغلت عليه؟ ولا هل تشتغل عليه طب أنت بتحضر إزاي؟ طب المدربين اللي بيجوا لقطعات الناشئين جوه اتحاد الكورة بيجوا نتيجة إيه؟ هل أنت محضره ومهيأه ومجهزه أنه هو يجي في المكان ده؟ يعني كان برضو الدكتور عمر الله يديله الصحة كان بيجبرك كلاعب أول لما تبطل لو دولي تطلع لاعب زيك تقعد الست شهور تدرس وتعيش يعني إيه مدربه يعني إيه هتفكر إزاي وتتكلم إزاي وتتكلم عشان عارب تستفيد منك بعد كده أي لعيب دولي ليه الحق على حساب البلد بص كانت فكرة صغيرة في الوقت ده بس الفكرة دي طلعت لك مدربين كتير اللي إنت عايش بيهم لحد دلوقتي يعني إنت فاهم؟ طلعت لك كتير بقى سهل نوصل لكل حاجة بس الصعب نجيب الرجل المناسب في المكان المناسب وإيه دي مشكلتنا الحقيقة الرجل المناسب في المكان المناسب لو إنت قدرت على النقطة دي كل حاجة هتتغير عندك يا كريم بشكل إيجابي جدا صحيح